ربما نأخذ تعليق منك على ما يحدث على الجبهة الشمالية الجيش الإسرائيلي دفاعتنا الجوية اعترضت صباحا هدفا جويا فوق سهل الحولة بالجليل الأعلى وحزب الله أعلن عن استهداف مستوطنة المطلة بالمسيرات كيف تتحرك الجبهة الشمالية الآن؟ هوكشتاين اليوم في إسرائيل يلتقي نيتنياهو بعد طبعا لقاءات أجرها في بيروت ما الذي يحضر إسرائيليا للجبهة الشمالية؟ يعني كل الحديث الذي يتم تسريبه للإعلام الإسرائيلي حول أن إسرائيل مستعدة لحرب وهي المسألة لقابة أو أدنى لحرب شاملة على قطاع غزية هي ضرب من الوهن والخيال والاجتماع الأمس العسكري الذي قرر به الخطط العسكرية لضرب لبنان لا يعني شيء لأنه أصلا قرار الحرب على لبنان لا يتخذ على مستوى قيادات عسكرية بهذا المستوى إسرائيل لا تستطيع أن تواجه الآن وتدخل في حرب مع لبنان ينقصها الكثير من الفرق العسكرية وجيشها منهك إضافة لذلك فإن حزب الله طور من إمكانياته العسكرية والاستخباراتية بشكل يقلب جدا إسرائيل ولا يوجد لدى إسرائيل الدخيرة الكافية للتعامل مع حرب مع لبنان إضافة لذلك فإن الإدارة الأمريكية وهوكشتين عبر عن ذلك يخشى من أن تتحول الحرب مع لبنان إلى حرب إقليمية قد تدخل إيران بها وهذا يقلق جدا الإستقرار الإقليمي ويقلق جدا الإدارة الأمريكية عاموكشتين عبر عن موقف واضح نقل له عن طريق نديه بره حول موقف المقاومة اللبنانية أنها لن توقف عدائها إلا في حال توقف لن توقف الهجمات إلا إذا وقفت إسرائيل حربها المصورة على قطع بزة وهذا موقف واضح وهذا موقف لم يتغير منذ شهور الآن ماذا تبقى للإسرائيليين؟ تبقى للإسرائيل فقط التهديد والوعيد الجيش حاول أن يقدم للمجتمع الإسرائيلي فكرة أنهم مستعد وقادر على مواجهة عسكرية مع لبنان وهو غير مستعد وهذا كذب وافترار والحكومة السياسية بقيادة نتنياهو مترددة نتنياهو متردد في اتخاذ مثل هذا القرار المصيري الذي قد يؤدي إلى انهيار مخصوم الدولة كما نراها اليوم لا يوجد هناك حرب على البنان لا أعتقد ولكن هذه كرة تلج متتحرجة بمعنى التصعيد من هنا وتصعيد من هناك قد يؤدي إلى حرب شاملة لكن ثلاث طرفين بناء على القراءة الموزونة ليس معني في الدخول في مواجهة شاملة وحرب شاملة وسلزة شهد الشرفاء الخبير في شأن الإسالي من القدس هذه الأخبار العاجلة نقلا عن الجيش